واخر فقراتنا هي بسام الشمع مواريخنا المصري وكتب المصريات مساء الخير عليك يا بسام ويا بسام مساء الخير يا وفاء ومساء الخير على جميع مستمعين في ساعة الشرق الاوسط الجميلة ورجعت لكم مرة تانية ورحلة من رحلاتنا داخل دهاليز وسرريب هذا التاريخ العظيم التليد اللي الحقيقة جذب جميع العالم من مهتمين شرق وغرب وجنوب وشمال كعادتنا بنتكلم عن التاريخ والأثار بطريقة مبسطة وبطريقة لذيذة وبنقي المعلومات الموفقة وبنتكلم عن تاريخنا من جميع الأوجه سواء كان التاريخ فيما قبل توحيد القطرين واللي بيطلق عليها ما قبل التاريخ وازاي ان هذه الثقافات والحضارات المصرية كانت متناثرة على جميع أماكن ومساحات أرجاء الوطن العزيز مصر ثم حصل توحيد القطرين وبدأت عصر الأسرات وهلما جر على جميع فقرات تاريخنا عابرين بالتاريخ النوبي العظيم الجنوب العظيم على إزاي اليونان والرومان لما احتلوا مصر وإزاي تأثروا وأثروا نتكلمنا عن فرس لما جم مصر أيضا الحضارات المتعاقبة حضارة دولة الإسلام العظيمة والتاريخ الحديث وأسرة محمد علي ما لها وما عليها ولكن النهاردة نتكلم عن أشياء جميلة جدا أيضا وتعالوا مع بعضنا نتجير رحلة مصر لا شرقية ولا غربية بل فلتة جغرافية متكردة جمال حمدان اللي حيشرحه لنا بالثاني الشميع في العالم الجليل جمال حمدان هذا الجغرافي العقري وأيضا المحلل التاريخي والسياسي وهذا الرجل الذي تكلم عن طبيعة الإنسان المصري وجزور الشخصية المصرية هذا العالم الجليل اللي كل جملة يوفاء لما تنيجي نقراها في أعماله العظيمة تشعري وجه أن كل جملة وجبة بسمة قدامك تستطيع أن أنت تلقتي منها الجواهر واللي قالت بجد جمال حمدان اللي بنصح الجميع لقرأته وعب المكان لمصرنا العزيزة له قول جميل أوي يا جماعة بيقول إيه العالم الجليل جمال حمدان بيقول مصر لا شرقية ولا غربية بل فلتة جغرافية متفردة اللفظ ده فلتة جغرافية متفردة أنت بتفكر فيها أه وبتقول أن موقع مصر متفرد في العالم وفي الكرة الأرضية والحمد لله رب العالمين فعلا وأن الله سبحانه وتعالى وهبها الكثير جدا من الإمكانيات سواء كانت بحار أو أنهار أو صحراء أو معادن أو بترول أو زراعة ونهر النيل والدلتة والسواحل وغيرها من الأشياء العظيمة الجميلة من هباب حانه وتعالى مصر فلتة جغرافية متفردة أحسنت وصدقت يا علمنا الجميل جمال وماذا عن الكتابات السينائية المبكرة وكمان لما في أوائل القرن العشرين بدأ علماء الأعثار يبحثوا في أشياء كثيرة وفي أماكن كثيرة في سيناء واكتشفوا الكتابات والرموز العجيبة اللي لقوها على السخور وأطلقوا عليها الكتابات السينائية المبكرة واللي علماء بيقولوا عليها أن هي أقدم أبجدية في العالم يعني العلم العالمية هو فعلا الكتابات السينائية المبكرة تبقى لعلماء بيدرسوا في تاريخ اللغات وفعلا بعد سنين وسنين وسنين وألاف السنين من اختراع كتابات السينائية المبكرة يجي المصري ويشق قناة السويس ويضحي من أجل هذا الشريان العظيم آلاف وآلاف وآلاف المصريين والسخرة الكبيرة اللي اتعاملوا بيها تم افتتاح قناة السويس وبالمناسبة في 67 سفينة عدت في حفل افتتاح قناة السويس والسفن دي كانت بتمثل معظم دول أوروبا في افتتاح هذا الشريان الهام قناة السويس تعالوا نسمع جزاك ووكس آل إيه عن سيناء يعني تعالوا نشوف مثلا المعبد بتاع أرتمس ده كان الكهنة والصلوات وكده وكان بيبقى مقفول والشعب يعني مش هيخش كل العالم مش هيخش معبد أرتمس يعني هرم خوفه كان معمول على شعان الملك خوفه يعني العالم ما استفدش به وهكذا بقى دوليك لكن الحقيقة لما تيجي تفكر فيه فنار فاروس أو فنار الإسكندرية فاروس دي لها الأنفوش دلوقتي بالمناسبة يعني الإسكندرية العظيمة يعني ففنار فاروس أو فنار الإسكندرية أو تستغرب بقى أنه كان يرشد القوارب والسفن والمراكب اللي طلع مينة واللي دخل المينة وبالإضاءة بتاعته بيديهم الإرشادات وهذه الإرشادات كانت هامة جدا لأن فيه كتير جدا من السفن وهي دخل المواني كان بتخبط في الصخر وتغرأ يفيد كل مراكب الدنيا اللي بتيجي على ميناء الإسكندرية أو اللي بتبحر من ميناء الإسكندرية متوجهة إلى جهة أخرى وأي بقى مركب جاية من أي بحر آخر أو أي محيط آخر وبالتالي يعني يصبح فنار الإسكندرية هو العجيبة الوحيدة من عجاب الدنيا السبعة القديمة التي أفادت الناس إفادة إيجابية وأول ما نجيب سيرة المراكب نجيب على طول سيرة الأواني الفخرية اللي اكتشفوها وأرجعوها إلى عصور ما قبل التاريخ وما قبل توحيد مراكب كبيرة جدا لها عدد كبير جدا من المآديث وعليها مقاصير وعليها ناس وقفة بل كمان شفنا مناظر رسمها المصر قديم جدا اللي مع قبل على المركب وأيضا لقينا دفة يعني لقينا في مركب عليها رسم الدفة بل بقى المفاجأة الكبيرة أن احنا لقينا من ضمن الرسومات برضو شفت مرة رسمة ليه على آنية فخرية ليه الهيل اللي بيترمى فيه نسبة المركب في المياه ولا تتحرك من مكانها نتكلم عن هذه المركب الخشبية اللي بيطلق عليها مراكب أو مركب الشمس واللي في علماء بيصروا على تسميتها بمركب خوفو قرم الملك خوفو في منطقة هضبة الأهرام على أي حال عايز يسميها المركب المصرية القديمة عايز يسميها ده هو مركب عملاق يعني نحن نتكلم عن بيصل لحوالي 43 متر واتشاف 14 قارب قديم بيصل يمكن الطول بتاعهم بعد ما درسوه بيصل إلى 23 متر وتم إثبات أن القارب دي أو المراكب دي كانت بتستخدم قبل دفنها يعني كانت بتستعمل في الملاحة وفي الانتقال وفي أغراض كثيرة جدا قبل دفنها الاكتشاف ده تم فيه منطقة أبيدوس الغنية الثرية بأفار مصر القديمة في الصعيد العظيم بغرب الباليانة بسوهاج وتتولى الاكتشافات الحقيقة والتاريخ المصري والأرض المصرية يا جماعة دائما خطيرة جدا وعجيبة جدا ومنها بقى الاكتشاف اللي جيد استراحات اكتشفت سنة 2015 في تل حبوة وتعالي بينا وفاء ننهي فقرة النهاردة بالاكتشاف الرهيب ده اللي كان في سنة 2015 يعني مش من بعيد سنة اللي فاتت وتم الكشف عن استراحة ملكية للملك جحطمس الثاني ووحدة تانية برض للملك سيتي الأول ووحدة تل تل رمسيس الثاني رعم السود الثاني بموقع أثاري بتل حبوة وطبعا تل حبوة ده المنطقة العظيمة اللي تبعد كيلومترات قليلة جدا عن الأمطارة شرق واللي اكتشفوا فيها في تل حبوة اكتشفوا فيها قلعة ثارو وهي أكبر وأهم قلعة عسكرية في الطريق القديم ودي اللي خرج منها جيوش مصر التليدة العظيمة علشان تحافظ على أمن البلاد وتبدأ رحلتها إلى أسيا وأيضا لحرب وحروب زي الهكسوس والهكسوس كان لهم أيضا باع في هذه المنطقة وهم كان في حتة الاحتلال اللي هم احتلوه لمصر حتى تم التخلص منهم على يد الجيش المصري بقيادة الشاب أحمس أو يعاح نحن نطلق عليه بالهيروغليفية وهنا يا جماعة وصلنا بالمركب المصري القديم إلى نهاية فقراتنا النهاردة معاكم يا وفاء أشكر طلالة تاريخية وأن أنتو بتعرنا الاهتمام في هذه أيضا خليني أفكركم أن الفقرة دي بتتسجل وبتنزل على اليوتيوب فعلى أساس أن احنا عايزين نشيرها وعايزين نبعث بهذه المعلومات الموفقة إلى العالم وإلى الجميع بل أيضا أنا أفكر أن سادة المستمعين اللي بيحبوا هذه الفقرة نشوف حد يكون بيحب يترجمها للغة الإنجليزية أو يترجمها يوفق للغة الفرنسية أو أي لغة عالمية وبالتالي يستفيد منها الجميع وتصل المعلومة التاريخية المصرية العظيمة إلى الجميع لحد المر اللي جاي إن شاء الله خير ونتمتع جميعا بقراءة تاريخنا المصري العظيم